زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز الحقيقة المستشفى القصر العيني هتكون بكرة ان شاء الله يتوجه بعدها لجامعة القاهرة لتسلم الدكتوراه الفخرية اللي منحتها لي الجامعة تقديرا لدوره في دعم الجامعة والقصر العيني كان مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة منح الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود خلال زيارته الحالية لمصر الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة قال ان مجلس الجامعة وافق على قرار كلية طب القصر العيني بمنح الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين النهاردة في منتدى اقتصادي مصري سعودي لرجال الاعمال المصريين والسعوديين لطرح الكثير من المبادرات المتعلقة باقامة استثمارات او جذب استثمارات سعودية الى مصر في اوجه مختلفة في صناعات مختلفة هل ستكون هذه الاستثمارات في المشروعات القومية زي محور تنمية قناة السويس او مشروع المليون ونص فدان ام في استثمارات من نوعية اخرى زي السياحة على سبيل المثال او الاستثمار العقاري في مصر في المرحلة القادمة بحث الموضوع على مستوى رجال الاعمال النهاردة هيكون هذا المؤتمر الذي انطلق بالفعل والبيتبحته الامور من كل الجوانب الاقتصادية ولعل ابرز هذه الامور هو المتعلق بالجانب المصري في تسهيل الاجراءات وتبسيط الاجراءات لجذب رؤوس الاموال وجذب الاستثمار وهو ما وعدت به الحكومة وتسير بالفعل على هذه الخطة زي ما سمعنا مؤخرا عن ان تأسيس الشركات سوف يزبح بالاخطار وسهولة حركة ودخول رؤوس الاموال الى مصر مع تبسيط الكثير من الاجراءات البيروقراطية الحقيقة اللي كان بيشكو منها كل رجال الاعمال بلا استثناء من وقت مؤتمر شرم الشيخ اللي فات والكل كان يتحدث عن البيروقراطية وكيف يمكن القضاء على البيروقراطية للنهوض قدما في النواحي الاقتصادية والانطلاق الاقتصادي المتوقع او المرجو من مصر